يتعرف على رفقة فاسدة همها المعكسات والشهوات سهر وسفر أوقات تمضي ويضيع معها العمر أدخل رائد جهاز الكمبيوتر إلى بيته وبدأ يتصفح النت يرسل إليه أصدقاءه الصور الجنسية الفاضحة وهو يستلذ بالنظر إلى الحرام لم يترك رائد موقعا إباحيا إلا ودخل عليه واشترك فيه ولا بريدا إلا ورسله وتعاون معه لا تسألون عن صلاته وعبادته فقد كانت هذه مجرد ذكريات مرت على رائد في دراسته الثانوية أما بعد دخوله الجامعة فهو لا يعرف إلا فتيات الليل وقنوات السقوق والحرام في يوم من الأيام كان ساهرا على جهاز الكمبيوتر مغلقا باب الغرفة عليه وأذن المؤذن لصلاة الفجر ودعاه داع الإيمان في قلبه أن ينهض ليقبض على ربه لكن الشيطان كان أقوى كثيرا ما يطرق عليه والده باب غرفته هيا يا ولد استيقظ أذن الفجر ويرد رائد طيب ولا حياة لمن تنادي شباب وغوة وغرور وفتنة وتسويف في التوبة حتى جاءت لحظات الوداع الأخيرة كانت تلك الليلة على موعد مع فيلم جنسي دخل سريعا إلى غرفته كانت الساعة الثامنة ليلا والناس يؤدون صلاة العشاء في المسجد المجاور وهو يضع قرص السيلي المدمج في جهازه أغلق الباب بالمفتاح وبدأ يشاهد الفيلم أصبح يستلذ ثارت شهوته أكثر ثم بدأ يمارس العادة القبيحة خلع ملابسه وجرد نفسه وهو على شهوته ماض وفجأة آه آه صرخة مدوية أفزعت الأم وأخافتها جاءت الأم من غرفة الجلوس مسلعة وإذا ولدها في غرفته يصرخ ويبكي الحقيني يا أمي سأموت والأم تصرخ طيب افتح يا إبني افتح يا ولدي لا أستطيع يا أمي لا أستطيع كان قلب رائد ينتفض بين ضلوع صدره كانت اللحظات عصيبة ضيق في التنفس واصفرار في الوجه وبرودة في الأطراف ويزيد الصراخ وتشتعل الحرارة في صدره والله لقد حدثني ذلك الشاب الذي روى لي القصة كان جارا لذلك الفتى رائد يقول كنت نازلا على درج السلم وإذا بي أجد جارتنا أم رائد تستغيث دخلت البيت سريعا حاولت أن أفتح الباب لم أستطع بدأت أنادي يا رائد يا رائد لم يجبني أحد قلت لوالدته هل تأذنين أن أكسر الباب قالت نعم دفعت الباب بقدمي بكل قوتي فانفتح الباب ليصطدم الباب برأس رائد الملقى على الأرض كان عاليا وكان الفيلم على جهاز الكمبيوتر لا يزال يعمل صرخت الأم والولد غطيته بملاءة وقطعة كماش كبيرة وحاولت أن أتحسس نبضه وذقات قلبه لكنها كانت النحظة الأخيرة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عديد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد